الكثير من متتبعي برنامج مزمير داود على قناة الشروق يتذكر هذا الوجه البريء ممن صدح صوتهم بذكر كتاب الله حمال وليد الصوت الذي خشعت له قلوب الجزائريين جولتنا إلى منزله ببرج منايل كشفت صورة أخرى غير تلك التي كنا ننتظرها من هذه الموهبة الوعدة يا سيد الوالي أنا نطلب فيك كما رحلتني في زوج رحلات هذه المقترحة أنا رحل واليوم باش يجيب باباهم القوت لولاده خبزته زادوا سرقونا اليوم صبح بصح بسبب الأزمة هذه اللي رأنا فيها تع السكنة ويدخل يلقى المشاكل يدخل يلقى يبكي وبابا يبكي وما عندناش الحل ما عنديش وين الروح المشكل ما عنديش وين الروح كوكين عندي وين الروح أنا ما نصباش لهذه الميزيرية ما نصباش حشك الطبات والفيرة أنا بين الرجلية ما يزيد من حرمان عائلة وليد هو أن هذا الشلي لم يعد ملكهم فهو مهدد بالهدم ومهددونهم بالتشرد معاناتهم لم تقتصر عند هذا الحد غادرنا منزل وليد وأملنا كبير في والي وليد بومرداس مدني فوتيحة الذي يشرف على ترحيل سكان شرهاد زلزال الفين وثلاثة إعادة النظر في ملف هذه العائلة التي اجتمع فيها الفقر المرض والحرمان